هناك من يعتقد أن المعركة مع الاحتلال الصيون انتهت بهذه الجولة لا كيف نرد ضليل لا هذا نفس قصير مسكين هذا احنا نفسنا طويل وهذه الفرق بيننا وبين عدو العدو نفس قصير لا يحتمل العدو لا يحتمل ولذلك هم الذين سعوا إلى وقف الإطلاق النار لا يستطيعوا لا يحتملوا أنهم يبقوا في الملاجئ بينما يعني اللي مثل أهلنا في غزة نسأل الله تعالى أن يعني يبارك فيهم ويفرج عنهم حقيقة لا في كهرباء ولا في ماء ولا في حتى كمان مونى ولا في يعني كل هذه الأمور ومع ذلك يقولوا فدى الأقصى فدى الأقصى بتشوف يعني أخت الشهيد وزوجة الشهيد وأم الشهيد في معنويات عالية جدا جدا يقولوا الله أكبر هذا فدى المسجد الأقصى المبارك فيه ارتهاح نفسي بينما أولئك لا ولذلك لا المعركة لم تنتهي وما زالت أمامنا جولات وهذه الجولات نحن بحاجة إلى يعني أن نقوي هذا الذي رأيناه من عزة نقوي المقاومة نقوي صمود أهلنا في القدس ندعم إخواننا في الداخل الفلسطيني لأنه الآن يعني يشن عليهم هجم اعتقالات بالمئات بل أكثر من ألفين الآن صاروا معتقالين هذا كله يحتاج مننا أن نقف معهم هذه كلها يجب على الأمة وكما قال اليوم أبو عبيدة إن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا وما زالت هناك فصول لم نكتبها بعد يعني المقاومة لديها مفاجآت طبعا نحن بحاجة إلى أن نرفد وندعم هذه المقاومة لأنها والله يعني هم الذين حقيقة رفعوا رأسنا عاليا